السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتلاميذ الأعزاء وتلاميذ السنة الثانية متوسطة اليوم إن شاء الله راح ندير مراجعة شاملة لاختبار الفصل الأول تبعوا معنا يعني في التمرين الأول يعني راح ندير التمرين زائد الشرح المراجعة قل لك هنا يا سؤال أكتب الشكل الصحيح للأفعال الموجودة بين قوسين قال لك جين توبي الفعل توبي هو الفعل كان السيكريتري هنا يا دائما نستعمل الفعل توبي باش نعرفه بمهنة شخص ما كي تكون عندك هنا يا مهنة السيكريتري سيكريتيرا هنا نستعمل الفعل المضارع التاع شوفوا جين هنا جين راحي في بلاسة شي الفرب توبي هنا في المضارع هي عنده ثلاثة أشكال تعال تصرف يا إما يكون أم يا إما إيز يا إما أر هنا مدم عدنا جين نحتاجه إيز لأنه إيز تاع المفرد وآر تاع الجمع وآم هي تاع الضامير آي فقط خاصة فقط بالضامير آي إذن عدنا جين نستعمل إيز أوكي إفري مورنينج شي تو جو أنتما قرأتوا الفعل المضارع أوكي القاعدة وش تقول لك تقول لك الفعل المضارع نخله كي مارا معتها ما زيدولو الحاجة ما نقصوه الحاجة إذا كان اللي قبله عبارة عن آي ولا يو ولا وي ولا ذايا ولا أي كلمة جمع خلاص في هذه الحالة إلا صوت الفاعل التاع وليجي قبله واحدة من هذو خليلي الفعل كيمارة يقول لك و لكن إذا كان الفاعل التاع إذا كان الفاعل تاعك هي ولا شي ولا إت ولا أي كلمة مفردة هنا في هذه الحالة الفعل تاعك إما زيد له أس إما زيد له إي أس أوكي ومعجة ش. موضوع ومعجة ش. كلمة مفردة ومعجة الفعل التاعب يخلص إذا صبت الفعل التعاكي خلاص بالأو ولا بالإكس ولا بالأس ولا بالزاد ولا بالسي ايج ولا بالأس ايج في هذه الحالة زيد له إي اس أوكي إذا صبتوا ما يخلص شبه هذو زيد له إس حنا تعنا بشي خلاص يخلاص بالأو يعني ولينا جوز عفوا أنا إي اس أوكي يولينا جوز فقط نمحيها باش تبيني لكم واضحة هاي لك جوز روحوا بعدين للفعل الموالي شي ميت عدنا شي معنا تنزيل له اس ولا إي اس اس كل فعل تخلص بهذه الحرف لا لا ما يخلص بهذه الحرف يعني نزيد له اس فقط هاي لك ميت سعرف همت القاعدة الآن هير فرند صراءت مبعدين نروحوا جين أنت صارة شوف كينة جين وكين صارة كين زوج وفي اللغة الإنجليزية زوج يعتبر جمع أوكي سوف نخلو الفعل كي مرة قال لك تكون كلمة جمع أخلو الفعل كي مرة هاي لك ستارت ستارت ووركين مننا إلى آخرين اند يس اوويز ستارت ووركين ات ايت اوك لوب اند فينش مازال الفعل تيانا الضامر تيعو للفعل تيعو هو صارة انجين سوف نخليكي مرة أوكي وعلا زيد عدنا هنا كملنا خلاصة الجملة منها تبدأ جو جين عفوا نيوجل لي هاف اه هنا الفعل هاف صار له كيمة البرب توبي كينجو نحوله في المضارع يتبدل شكله يا إما يبقى كي مارا هم على الجمع والضامير آي يا إما كيكون عدنا مفرد نديرو هايز اوكي نديرو هايز اكسلن الآن نروحوا للتمرين الموالي التمرين الموالي وشي يقول هنا قل لك كلمة عطالك مجموعة من الكلمة مجموعة رقم واحد ومجموعة رقم اثنين كينا واحدة فيهم فالنطق تختلف عن آخرين قل لك خرجها نديروها في دائرة مثلا عدنا لايك صوت آي لايك تشايلد 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 هدي في مشي طاينك اوكي وهنا عدنا فايف صفي عدنا آي 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 وهذه إي هذي اللي راهي ما تشبهه له مش في النطق نديروها في دائرة اوكي هذي نخرجوها رقم اثنين نيم هوليدي لعركة تتبسني وتقولي اي نيم هوليدي ايت هنا عدنا انجليش مشي انجليش اوكي سو هادي هي اللي عندها صوت مختلف متفاهمين نروحوا بعدين للتمرين الموالي التمرين الموالي وشي يقول قل لك سيركل حط في دائرة The correct answer الإجابة الصحيحة نقرأ ونشوفوا رهي الإجابة الصحيحة قل لك where is yours ولا your bedroom هنا عدنا كلمة هم عارفين هم هذو ك yours و your تاعك وتاع وكامل شوفوا هذو كل يجو هكذا مثلا mine ولا yours ولا hairs ولا theirs ولا هم تبقى كما راهيهم عفوا them oh my god there's there's هذو كلي جو فيهم مع الآخر لازم تجيش مورهم كلمة كما mine yours الى آخره هذو كيعطي لك بين your و yours كيعطي لك هنا اللي فيها الاس خليها هي آخر كلمة بالصحة اللي تكون مورها كلمة نخير هذي هاي لك where is your bedroom where is your bedroom اوكي بعدين عدنا الجملة الموالية عدنا بين mine و mine هنا عدنا مورها كلمة ولا ما عندهاش يعني نختاره my بلا ما نقرأ نفهم هاي لك my bedroom is upstairs on left next to the living room اوكي بعدين عدنا our و our زيت خلاص بالاس our school هاي لك كينا كلمة مورها ندير our our school is very tidy and decorated how about هنا كينا كلمة مورها ما كيش كلمة مورها ما عندها نختار yours مفهوم your و yours اذا رخوا للتمرين الموالي التمرين الموالي وللقم اربعة وش يقول قل لك match the following words with their definitions عدنا كلمات و عدت تعريف تحو اولا عدنا garden garden اللي هي الحديقة اوكي garage 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 عادي كما العربية كما العربية كما العربية باثروم هو saldeurban هنا شكون هي is a place where we have a bath bathroom bathroom bath shower shower مباشرة نربطها مع bathroom bathroom قال لك المكان اللي في ندو في تحميمة ولا تدويشة اوكي هو ال bathroom وهنا هي قال لك is a place where we plant trees trees الاشجار and flowers 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 هدو و نصيبوه 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 في الجارج نصيبوه في الجاردن المكان اللي نغرسو فيه الورد والاشجار زيد a place a place where we park the car عدنا كار تونو بين جاية مع الجارج اوكي هكا فقط برك باش نعرفوا التعريف هم قادر تلقى كلمة واحدة هي اللي تبين لك التعريف اوكي اروحوا بسرعة للتمرين رقم خمسة ريوردر the following words to get correct sentences اوكي عدنا جو كلمة راهي مش مرتبة و لازم مرتبوهم باش ندو جملة صحيحة نبدو بالسهلة اوكي انتا دائما نبدأ اللي ما فيهاش بزاف بزاف كلمة اوكي عدنا can استطيع swimming السباحة اي انا براكتس ومارس وجيها يباينة دائما وابدا مدم عدنا جملة ليست استفهامية وليست منفية نبدو دائما وابدا I الفعل التاعنا هاوليك واضح practice I can قبل I can انا استطيع I can practice انا استطيع ممارسة practice swimming ودير نقطة دير نقطة هايلك هذا ما كان I can practice swimming اوكي اروحوا لهذه عندك فاصلة مع انت الجملة رحة شوية تطول عندنا straight hair have I black short شعري مكسم اطويل او غامق وش نديرو؟ نديرو I زيد انا عندي I have زيد وش نديرو عندك straight وعندك black وعندك short اول حاجة نحطه I have هنا خاصتنا هنا في الحقيقة ندير أ اوكي I have أ short straight black hair black hair وش قريته خاصة not نقول I cannot نختصر هذه نديروها براكتيس براكتيس جيدو خلاص زيد امين can speak انجليش ونتصيب كان متحوز كانت خلاص امين كنت وكمل للجملة can speak انجليش هنا لا لا can cook pizza نديرو لالا can't can not في زرج صحح وكمل الجملة can cook pizza خلاص هذو هما شوفوا هنا دونوت يكون لدينا فعل آخر تكون لدينا مكاشكن مثلا يقول لك امين speak english خلاص او speaks english هنا اول حاجة تنحيلي هذيك الاس وكي تنفيها تنفيها بدا not ولا doesn't لانه امين مفرد لو كان يقول لك اي ما دم عندك اي تنفيها دونوت دونوت speak اوكي لو كان المهم اي ولا جاميع ضمائر الجمع ولا كلمة جمع ننفوها بدونوت امين هي ولا شي ولا ات ولا اي كلمة مفردة ننفوها بدا زائد الفعل لازم يكون الفعل استام ما فيه لا اس لا اي اس لا اي دي لا اي انجي ما فيه ولو الفعل يكون على اصله اوكي اروخوا بعدين للتمرين الموالي التمرين الموالي وش يقول لنا تبعوا معايا مليح قال لك spot the mistake هنا كان خطأ في هذه الجملة كل الجملة فيها خطأ اوه ثان 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 write the correct sentence اوكي اي هاي 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 اس نشكر ci & ها ها اولا او هاي هاي و هاي يتحول الى ام ولا ايز ولا ار هنا لدينا الضامر اي مع انت هذي راه راح تتحول كامل الى ام نقول ايام شفتو سلم اند طول وللعكس طول اند سلم اوكي زيد نصحر حالكم فقط باش ما تتحسوهش بلي راه هي خطأ هنا طول اند سلم اوكي زيد هي عبارة عن شعر طاوي لا لا نقولو هي عندها هايلك هنا عدنا الفرب to have في المضارع يا اما يبقى كما راه هاذ يا اما يقولي هاز معا شي وهي وقت ومفعد هنا عدنا شي نقولو she she has she has a long hair ولا long hair long hair نحونا قادروا من ناحية هذا اوكي بلال have small nose بلال عندهم نف صغير نو هنا بلال راه مفرد ما انت هنا تقولي هاز اوكي تقولي ناكا بلال بلال هاز small nose اوكي هذا ما كان سامي كان كوكس بيتزا لا هنا قادت لك الاستاذة كيجي كان الفعل اللي يجي مراه هيجي استام ما تزيد لوالو هذه الاسطير تقولي ناكا سامي كيقولك استام ووش مع انت استام ما فيها لا اس في الاخر لا ايدي لا اي انجي الوالو سامي كان كوكس بيزا والا والا زيت الثماني رقم ثمانية I reorder the following words to get meaningful sentences خلاص هنا انا راحين هاي لك راحين نرتبوها ايضا شوفوا الترتيب هي شوية من اسعب التمارين ولكن نركزو غير بالعقل قل لك تو كيجين is next the room living room خلاص عدنا next to اوكي شكون هي شكون هذي هاذي النحوة هنا في البلاست هان ديرووا ذي باش تديينا الجملة يعني شبه يعني كدركت لكم هنا نقولوا بكيجين اللي هو المطبخ كيجين لازم ايجي فعل موراها الفعل is راهي بجنب next to next to the living room next to the living room أوكي هذا مكان زيد عدنا between between هي بينة مع أنت راح تحط حاجة قبلها وحاجة مرهب between the room kitchen is the dining and the living room هنا وشا يقول لك نقدر نقول المطبخ جايبين غرفة الأكل وأوصل لهم أوكي نبدأوا بthe kitchen the kitchen is the kitchen is between بينة الغرفة هذي between the dining room the dining room and وشكور the living room voilà فهمتوا بينة نروحوا للتمرين الموالي التمرين الموالي وش يقول واش قال لك قال لك put the verbs between brackets in the present continuous المضارع البسيط المضارع البسيط ومن ماذا يتكون يتكون من am ولا is ولا r زائد الفعل اللي اعطاه لك verb اللي اعطاه لك لسا قمعه ing هنا رانا عارفون وقتا ش نديرو am وقتا ش نديرو is وقتا ش نديرو ar am تمشي فقط مع i am مع he ولا she ولا it ولا المفرد عفون ar مع we you ولا اي كلمة جمع نبدأ قل لك what am now هنا am مفرد ولا جمع مفرد نديرو معه is والفعل do وش نلسقو معه ing ونقولو what what is دوكا نحطو is هنا يوم بعد am و بعد الفعل what is am doing doing now ماذا يفعلو am الان اوكي ركزو باللحال زيد هنا رقم اثنين قل لك amine and his brother to share the same room هنا عدنا amine واخوه يعني عدنا الجمع وفي الجمع وش نستعملو نستعملو are are نعطيكم واحدة الملاحظة الفعل اللي يكون يخلاص بال e في الاخر وراك رايا حتزيد له ing هذي كل in حيا تقول لي يعني is sharing شوف is sharing the same room هنا he not study هنا كده عندنا النفي عادي نجي ندير نجي ندير طريقة هذي اللي قد كم عليها عدنا هي مفرد نقول is زيد زيد study زيد ing ولكن مدم عدنا النفي نحط النفي بين الفعل الأول والفعل الثاني بعدها شوية برق باش جي جي واضحة هالك he is not study ونزيد لها ing he is not studying عدنا بعدين رحوا للتمرين رقم عشرا قل لك عدنا السينونيم تحهم والأبوزيت تحهم عدنا هنا beautiful وعدنا house عدنا home وعدنا nice okay beautiful جميل nice جميل home منزل house منزل هذي السينونيم رحوا للأبوزيت عدنا فار بعيد bed سيء on the left في اليسار عدنا هنا on the right في اليمن معنا نطلوها مع اليسار عدنا نير قريب عكس بعيد عدنا جيد عكس سيء هذا وش عدنا اوكي اذا كان هذا هو الجزء الاول لتعال مراجعة لتعال الاختبار نخلي لكم هذا التمرين مهم بالنسبة للمنزل نخلوها ان شاء الله للفيديو القادم لا تنسوا نرسل نشاهد ونلتقي في فيديو آخر ان شاء الله شكرا